تعقيبا على التقرير بس بعد إذن حضراتكم إنه إيه اللي يدفع مؤسسة مالية ضخمة زي البنك الأوروبي إنها تتعاون مع دولة ماسيبك يا عم من مصر إيه اللي يدفعها للتعاون غير إنه ما أي بنك في الدنيا شغلته إيه شغلته ببقى حاجة من اتنين يا يكسب دي أنواع من البنوك بتكسب أو أنواع من البنوك شغلتها إنها تعمل مشروعات إنمائية وتنموية وما إلى ذلك وبيبقى الغرض الرئيسي بتاعها هو التمويل لأجل هذه الشعوب وهذه المجتمعات ومش الهدف الرئيسي بتاعها المكسب أي الربح بس في الحالتين البنك اللي شغلته يكسب أو البنك اللي شغلته يعمل تنمية في الحالتين لازم تكون الدولة اللي هو بيشتغل معها دي دولة كسبانة أو دولة ماشية فيه خط اقتصادي سليم صاعد مش بس مستقر صاعد لأنه بمنتهى البساطة ما عندوش طرف ولا رفاهية ولا فكرة ولا هوامش خسارة استثماراته أبداً فكرة الخسارة مش موجودة المكسب مش موجود ممكن لكن الخسارة دي مش موجودة على الإطلاق طيب إحنا هنا بنتكلم على البنك زي البنك الأوروبي استحالة استحالة يشتغل معانا غير وهم شايفين أنه تقررنا الاقتصادي تحليل وتقدير الموقف الاقتصادي المصري بأنه أعلى من مجرد مستقر وأنا بعني كلمة مجرد مستقر دي حاجة حاجة تانية أنتوا أخدين بالكم المشروعات اللي بإذن الله سبحانه وتعالى نشتغل عليها ماشية في أنهي إطار طاقة جديدة ومتجددة مصر مش بس تحولت إلى مركز للطاقة بسبب منطقة شرق المتوسط والغاز الطبيعي لا مصر بتتحول لمنطقة طاقة أو مركز للطاقة وتصدرها مش بس للإقليم ولكن للخارج علشان الغاز الطبيعي زائد الشمس زائد الهايدروجين الأخضر الملخص السريع هتيجي تقولي طب وهو ليه الأوروبيين ما يشتغلوش على الهايدروجين الأخضر الهايدروجين الأخضر ده عبارة عن إيه من الآخر كده المية عبارة عن حكتين هيدروجين وأكسوجين بنعرضها لتفاعل ما نفصل بيها الهايدروجين لوحده والأكسوجين لوحده خلاص كده خدنا الهايدروجين ده بنقدر نخضعه لتفاعل ما فيتحول إلى طاقة خلويس كويس طب ليه أوروبا ما تعملش ده لأن انت علشان تقدر تعمل ده لازم يكون فيه عندك مصدر طاقة كبير جدا مصدر الطاقة كبير جدا اللي موجود عندنا هنا في مصر هو الشمس فأنا عندي شمس وعندي ميا وبالتالي أنا مؤهل جدا للاستثمار في مشروعات الهايدروجين الأخضر مين ياخد مني الهايدروجين الأخضر؟ آه أقولك لياخد مني الهايدروجين الأخضر كل من يستثمر في مصر أي الطاقة دي أنا هديها لكل من يستثمر داخل هزا الوطن سواء إذا كان هو المستثمر المصري أو المستثمر العربي أو المستثمر الخواجة بس كده لأ ما أنا هصدر الهايدروجين الأخضر الفائض عن احتياجاتي يعني برضو فلوس من الآخر كده لأنه النهاردة أنا طول اليوم قاعد عمال بعمل في مشاوير تقريبا من الساعة 7 صباح لفيت كل القاهرة خلاص كده قاهرة وجيزة بالمناسبة فاتسألت دايما السؤال ده هو إحنا مستقبلنا الاقتصادي يعني هيبقى كويس؟ وده طبيعي الناس كلها بتتكلم في ده يطرى الدنيا هتستقر؟ يطرى الوضع هيتحسن؟ فأنا الحقيقة قدر الإمكان لما بقى مثلا واقف في طابور انتظار هتقولي هو أنت بتوقف في انتظار هقولك أول مصعف لما بقى مصر حتى لو حد ما عاوز يخدمني فبشكره جدا وبشكره على أي محاولة لتسهيل الإجراءات بس بستان فقدر الإمكان ونقف مستاني لو الوقت اللي ما بحقنش فيه حاجة فبقى آه بقعد عايز أسمع وعايز قدر الإمكان واشرح مكتوب على يشرح هنا واشرح حتى أنا بعمل مشاوير فاللي عايز أقوله لك آية فندم اتطمن طيب